اعلن معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عزمه الترشح لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اعتبارا من عام 2023 وأكد معالي حرص على المضي قدما في موصلة عملية البناء والتحديث في الاتحاد القري وتوسع دائرة نجاحاته بما يخدم تطلعت اسرة كرة القدم الاسيوية جاء ذلك في الكلمات التي ألقاها معالي في الاجتماع الثاني والثلاثين للجمعية العمومية في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور السيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي لكرة القدم ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الاسيوية من جانبه ألقى السيد انفانتينو كلمة أشاد فيها بقيادة معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة لمسيرة الاتحاد الاسيوي عبر سنوات حافلة بالمنجزات المتميزة مؤكدا أن قارة اسيابات تشكل ركناً أساسياً لا غنى عنه في منظومة كرة القدم العالمية بفضل التطورات المتنامية في مخرجات كرة القدم الاسيوية على مختلف الأصعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر